تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة هنعهم فيه بنعمة الشفاء التي من الله عليه بها دعين المولى أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة تحقيق المزيد من التقدم والرخى لمملكة البحرين وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الاعتزاز بالعلاقات والروابط الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والزهارة من جانبه عرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على مشاعر سموه الأخوية النبيلة وما أبداه خادم الحرمين الشريفين من اهتياما من ومتابعة مستمرة للاطمئنان على صحته سائلان الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة مؤكدا سموه أن ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية تاريخية متجدرة ستظل شاهدة على عمق المحبة الصادقة التي تجمعهما متمنيا سموه للمملكة شعبها الشقيق مزيدا من التطور والتقدم ترجمة نانسي قنقر